أحنا بحضركم من جديد وفقر الترند الترند وواحدة وواحدة كده نركز مع بعض عشان الكلام اللي جاي كلام مهم جدا وإحنا بنعمل الموضوع ده تحديدا عشان خاطر جمهور النادي الأهلي لا ينصاك وراء أي معلومات أو تصريحات أو أخبار سواء تقارير خارجية أو داخلية بخصوص المرحلة اللي جاية وتحديدا مباريات نصف نهائي دورة أبطال إفريقيا مباراة الودياد والأهلي في كازابلانكا يوم 17 أكتوبر في هذا الملف تحديدا إحنا فتحنا موضوع التحكيم في إفريقيا أو التحكيم في مصر وقال لكم الفترة الجاية يحصل فيها إيه لكن من شهر اتكلمنا على هذه المباراة وقالنا ما فيش لجنة حكام في العالم سواء في التحاد إفريقيا أو أي التحاد في العالم بتختار حكام قبلها بأربعين يوم أو بتلاتين يوم النهاردة هنقول لكم بشكل عملي اللي بيحصل والكلام ده مش هتسمعه في أي حتة احنا بنقول لكم الكلام ده عشان نطمن جمهور النادي الأهلي أن الملف تتحديدا للفترة الجاية بإذن الله هيكون فيه عدالة كبيرة جدا والاتحاد الإفريقي مهتم جدا بملف حكام المباراة القادمة عشان ما يحصلش نفس أزمات البطولة الماضية إيه اللي حصل في هذا الملف والكلام اللي هتسمعه الأول مرة ونعرضه بالصورة عشان نطمن جمهورنا إيه اللي بيحصل قبل تعيين طاقم تحكيم مباراة نصف نهاية دور الأبطال وأيضا كمان الكنفيدرالية أول حاجة الصورة اللي قدامنا ده اجتماع أونلاين تم عبر تقنية الزوم ما بين مجلس خبراء التحكيم مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي هذا الاجتماع كان الهدف منه تحديد آليات العمل بالنسبة للفترة اللي جاي خاصة أن الكرة الإفريقية مقبلة على مباراة هامة جدا وحساسة وفيها دربيات وكلاسيكو كبير ما بين الأندية المصرية والمغربية هناك اهتمام كبير جدا من رئيس الاتحاد الإفريقي ومجلس الخبراء اللي تم تشكيله من فترة قريبة جدا لهذا الأمر قدامكم في الصورة أعضاء المجلس أولا برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وهو طبعا بالتأكيد المجلس جهة مستقلة لكن طبعا رئيس الاتحاد الإفريقي مهتم جدا بهذا الملف وبيشوف التحكيم كيف سيتم التعامل معاه خلال الفترة اللي جاي قدامكم أعضاء اللجنة في الصور قدامنا وتم الاستعانة بناجي الجويني طبعا المحاضرة الدولي والحكم الدولي القدير تم الاستعانة به في مجلس الخبراء كرأي استشاري ودور مهم جدا في المحاضرات الفترة الجاية ناجي الجويني من الشخصيات التحكمية القديرة جدا في الكرة العربية والإفريقية وتم الاستعانة به طيب هذه اللجنة عشان نعرض لكو الأسامي بالضبط بالضبط ده التشكيل الرسمي لمجلس خبراء التحكيم لأول مرة بيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عشان نعرف كل مشاهدين هذا المجلس إزاي هيشتغل الفترة الجاية وإيه الدور اللي هو منوت به أولا مجلس الخبراء برئاسة سيليستيان من رواندا هو رئيس مجلس الخبراء فيه اتنين نواب معاه جيروم دامون حكم من جنوب إفريقيا وكلنا طبعا عارفينه كان من فترة رايبة بيحكم وأيضا كمان يحيا حطقة من المغرب اتنين نواب لرئيس اللجنة الرواندي بخلاف ذلك فيه يعني ستة أعضاء من مناطق فرعية بتغطي القرى الإفريقية من أول الكاتن عسام عبد الفتاح بيخطي المنطقة بتاعت شمال إفريقيا لين كي شونج من موريشيوس نورمانديز من القود ديفوار ملانج ديو من السنغال ديفن إيفيا من الكاميرون ونين بادا من بنين الصورة اللي قدامكم دي ده المجلس اللي هيشارك في اختيار الحكام اللي هيديره مباريات نصف النهائي دور الأبطال والكونفدرية في الفترة من 17 أكتوبر حتى 25 أكتوبر عندنا أربع مباريات متتالية 17 الوداد والأهلي 18 الرجاء والزبالك وأيضا كمان 19 أكتوبر نهرة بركان وحسنية أغادير و20 أكتوبر بيرمتز وحرية كوناكري ثم نهاية الكونفدرالية في الرباط يوم 25 أكتوبر فبتتكلموا على مجموعة مباريات متتالية في مكان واحد في ظرف إسبوع من 17 ل25